وأيضا زميلي أنور السادات أمين من الصحافينا المخضرمين الذين عاشوا بداية تأسيس هذا التلفزيون وكان مديرا للبرامج التلفزيون التشادي لنناقش معهم حيثيات بداية تأسيس التلفزيون التشادي والصعوبات التي مرض بها تلك المرحلة في البداية سيد المدير السلام عليكم السلام ورحمة الله زميل أنور مساء الخير السلام والرحمة سيد الشيخ اببكر طبعا أنت كمدير سابق في التلفزيون التشادي ونحن في يوم 10 ديسمبر يوم الأحد سنحتفل ببرور 30 عام من تأسيس التلفزيون التشادي فتقدر تورينا الفترة التي تم تكوين التلفزيون وكيف وصلنا لهذه الحالة شكرا جزيلا أنا اليوم شيء متأصف لي لأن هناك إخوة كانوا مدراء في التلفزيون وما قدروا حضروا معانا هنا في التلفزيون لأن يورونا كيف حصل مثل محمد يسين موسى دمقور مستفى علي أليفي الأخوان ديهم كانوا في البداية مدراء في التلفزيون وفي الوقت السعب هم قاعدين بخدمة في الرئاسة وبجب خدمة في التلفزيون وهم كانوا من الأخوة الأسس التلفزيون التشادي وعنطوا روح معانوية للتلفزيون وركزو رطبو وعلينا بعدين جينا كمان لقينا وشنا ما شنا بياه وتلفزيون يعني مرة بيسيبوه بعض كثيرة لا بوقت داك ما فيش إمكانية وما فيش يعطوه بس في روح معانوية وفي يعني زوج تشاري بكون الناس دائلين من المعفي يصنع الشيء وده يعني أنا الأخوات ديهم بشكرهم جزيلا الشكر لأنه أسسوا شيء تمام لحد وصلونا في النتيجة دي وعننا بعد ما جينا كله جينا لقيناه وشناه ومراينا باعه كله يعني مراينا في ظروف صعبة لأنه وقت داك أتشاد ما عنده قروش وعنده مشاكل كثيرة البترول ممرك ولكن أنا بحس لأن التشادين عندهم روح معانوية عندهم يعني كفاهة وعندهم يعني شجاعة لأنه إذا كان إنتناد متخدم بيسيول وما عندك شيء في ذلك الشجاعة بس تمش فكذا دا ما شيء عظيم دا من نوع من الإيمان لأن عندهم إيمان ومؤمنين بالشيء لهم قاعدين بيساوه إذن دا وصلنا لهذا النتيجة سيد الشيخ بكر طبعا فعلا يعني تقدر تورينا مراحل تأسيس التلفزيون الفكرة جاء كيف التلفزيون أسسوه في أي سنة والله الفكرة دي التلفزيون دا هو نية سياسية لأن زي ما السابق كان عندهم نية بيجيب تلفزيون بدون ما عنده ريال بيجيب تلفزيون وفي يعني شارك من الإخوان فيه خبراء فيه فنيين ساعدوا في الأملية دي منهم سيد خليل دبزاك معناتها وكيد دا خليل دبزاك في البوست وعندهم ساتيلت في البوست هناك بعدين منه ساتيلت دا بيجيب الإيماج معناتها اللي أعطوه وبعدين هنا الصوت كما بيشلوه في راديو آخر وده يعني خليل دبزاك قدر ده يعني سنة 87 هناك والشي ده يعني تدريجيا مع الإخوة إدوار سايي مع الانقرسيتي والآخرين قدروا يعني هم ديل وبنات واسبيان وقدروا تخطويا تدريجيا يعني قدروا أسسوا الشي ده والتلفزيون ده زمان كورة كله خمسين كيلومتر من جمعنا بس ما زيادة من خمسين كيلومتر بعد خمسين كيلومتر خلال معي في تلفزيون والتلفزيون ده يعني وقدروا تلفزيون هنجمعنا بس لكن تدريجيا بشي بشي بعدين لقوا إيماتير خطوه هنا بإيماتير صغاركي وبالإيماتير ده بده بعملوا وعندهم بيجيبوا كاسيتات لعنى ده النزام القديم عن الانالوجيك ده وبالكاسيتات ده بمشوا بيسجلوا وبعدين بيجيبوا وكي يعني قدروا حصلوا لشي والشي ده قلوا لنا مسل ورسة وعندنا جينا ورسنا لكن وقت عني نجينا كله يعني الصوات ده القاعدة لعندنا شنو وقت ده كل وقت صعب مكانية مهدودة ووقت ده تعرفه فيه صراع سياسي جينا في وقتنا الصراع سياسي وجينا في وقتنا الانتخابات وبعدين الظروف كانت ما كويسة الفونكسونير المخدمين عاملين ده كتير كله بمشوا يعني الغريف ده ذاته اضراب اثر في الامل ويعني خلاص يعني هنا قلنا محمد تكون الحالة كله بالبسيط ده بس نقدروا يعني شلة صغيرة كده كونا في الراديو وفي التلفزيون وفي الاجانس وقاعدين شقلنا الصحوات ده شقلناها لحد ما مرقنا من الازمة ده نعم نعم السيد انور امينة زميل انور امينة طبعا انت عايشت كل المراحل ربما يعني افنيت حياتك كلها في المنزل انشاءات الان نريد ان تحدثنا عن المراحل التي انت عايشتها حقيقة التلفزيون كنت مقدم اخبار كنت مقدم مرامج كنت حتى ساهمت في الجانب الفني فنريد بذكر مرور ذكرى الثلاثين من تأسيس التلفزيون نتحدثنا ان تلك الحقبة التي انت عايشتها منذ تاريخ تأسيس هذا التلفزيون بسم الله الرحمن الرحيم شكرا زميل عبد الرسول بمناسبة الزكرى الثلاثين نهني الشابة التعادي وخاصة الاخوة في التلفزيون بالجهود البازولو خلال هذه الفترة الثلاثين سنة التلفزيون مرى بمراهل مرحلة اولى تأسيس المدير السابق مرحلة اولى مرحلة بداية وكما قالوا الفنيين أسس التلفزيون بالصدفة ما كان في الدراسة ده اول خطأ والخطأ ما زال بأسيس فين الهادي المستمر الهادي اليوم لانا بدون دراسة تعالوا فوروا أسجعيين في اكتماع في مؤتمر عن الدول المنطقة فقال خلنا نأسسه تلفزيون وأسسنا تلفزيون بدون دراسة ده اول مشكلة فالمراهل المرحلة المرحلة بها تأسيس التلفزيون لانا حتى الاخبار ما كان مباشرة كنسجل الاخبار في الكاسيتات بسم الله الرحمن ينتبدا مقدمات مقدمات بعد نقوم بمتاز ندخل الاخبار ونسلوه كاسيت بسيارة تودى الى قجي الى مهاتة قجي للبس إذا انا حتى المقدمين نبدأ ان نشاهد الاخبار من خلال التليزيون ده مرحلة أولى عندنا اندخلنا الى تأسيس الهيئة الوطنية لإزاو التليزيون ونر تيفي وطلعنا الى ساتيليت ده مرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المبنى الجديد ده تكون مرحلة الثالثة لديك مرحلة متخدم اذا ده فترات ثلاثة مرينا بها اذا عندنا في الرئترسيون انا اوصل الى التليزيون في تساة غمانية تسئين تسوة غمانية تسئين في بداية تسئين بدأنا العمل في أحد السن عبرا وكان التوجيهات تجينا من فوق مش عنين مخيرين عنين مستيري إذن التوجيهات تجينا من فوق مذكر فيه اجتماع لينة كادية ديبية قالوا من البسير الأخبار بالعربية قالوا أنور فقلوا ما يشيل إخسره من الجانب الليبي ما في مدى سلطية من الجانب الليبي اجتخلنا مع الشركة الوزير الخارجية في أحد السنبري الاجتماع الثاني بيقى في ديبية التالتة جاه بيقى في كاد برضو أنا مشيت للتغطية فقالوا من البسير الأخبار عن الريبورتار للأنور فقلوا خلوا شدي أكستره من الجانب الليبي إذن حصلت أسفل التطورات إذن التوجيهات تجينا زي ما قلت تقولوا تجينا من فوق ما عرفين من فوق من السنبري من وغير المهم فجينا مسيرين يعني مسيرين فدي مرحلة جينا في أهد إدريس فمرنا بها وبرو لبرو نذكر بكونا لما بدنا في القسم العربي كل الإخوة كانوا معنا تقريبا هم فرانكوفوني كانوا معنا فرانكوفوني وكانوا ترجموا من الفرنساوي إلى العربي وكانوا ترجموا ما كانوا معنا ما يزر الميدان فجينا أخواننا أحمد إبراهيم بعد أحمد إبراهيم جينا عنينا مع سيدك شرومة مع سيدك شرومة جينا جبريم أدم ممد عبد الرمان أحمد داود فقد قوونا فرفعنا من مستوى اللغة العربية المستاملة في التليجون اللغة العربية مستاملة في التليجين هكذا ج magnificent فالقد قتلت Lotus ركيكة يعني الرئيسة الجمهورية جعلهم السباه فتوارنا وجدنا إلى هذه المرحلة وصلنا الى مرحلة نقدم اخبار اهن نقدم اخبار وبعد نقدم اخبار خارجية نشو من السفارة الامريكية نقدم اخبار نقدم سفارة مصرية تسنى نقدم قناة اخبارية مصرية نقدم اخبار خارجية تطورنا تطورنا وصلنا الحمد لله وصلنا الى مرحلة بأي دعني زميل انو رمين قلت تأسيس التلفزيون كان باب الصدفة وهل الاتقال من الارض الى الفضاء هل تم بدراسة ام ايضا من الطريقة المصابقة بدون دراسة كان في دراسة توجيهات في تدريب الامال ما كان في تدريب الامال اجتماعنا وقالوا نمشوا الى الساعة تليد الشيء الثاني لما كنا في قسم البرامج نبصوا من الساعة اربعة الى الساعة اتناشى بالليل لما اتناشى الى الساعة تليد قالوا من اليوم با تمشوا الامر جاي من فوق بعد قلنا ما شاء الله لكن في مشاكل يعني ايضا برامج نقطه هناك شيء واحد اذا كانت تبص 10 ساعة مثلا 10 برنامج ساعة او 20 برنامج 26 دقيقة او 40 برنامج 3 دقيقة يوميا لمدة 10 ساعة حتى اعتبرنا ان 4 ساعة تابعة للإعادة والأغاني والأخبار 10 ساعة مدة 40 برنامج يوميا 3 دقيقة هذا ما حصل وصلنا فهي اشكالية عندما تطلق الى الساتريت انتك برامج انتك برامج انتك برامج انتك برامج انتك برامج الافلام انتك برامج الناس حفظوا المعادة اذا الناس لا يتعلم مرتبط المرحلة لا يتعلم الا اخبار لا يتعلم لا يتعلم لا يوجد اخبار انتك برامج انتك برامج انتك برامج التي تلائم المشاهد الكاذي ما هي الاسباب الاسباب الكثيرة عندما تأسس تليفزيون انت متعيد تؤدي الامال من نهة الاخرائكة مثلا في تليفزيون 50 مهنة يعني في بعض المهن ليه اليوم بعد 30 عاما في بعض المهن ما موجودة في تليفزيون مثلا الاذاعة دي ما هي تخصص الاذاعة دي حسب الاسور الاذاعة والاسورة ده تخصص نعم ده ما يدعين اذا ادت الاعمال ما يدعين لها اذا تأثير تأثير من ادم التدريب ادم الاعادة ادم التخصص حتى التصوير اندي مشكلة في التصوير اندي حفلة غنائية اندي مشكلة في تصويرها الناس الدول التاني انتخصصت ان اول سور ببضل منين السور بوزن كل الالات الموسيقية تبدأ من حشو مهن وتنتهي الى حشو مهن نعم اذا ادم البرامج دي مشكلة كبيرة ودي ما زال وما زال لأنباك مستمرة زي ما قلت الى زكاين دارين اشهر ساعات في اليوم المشكلة ترجع الى الادارة والله الادارة ما هو التعينات التعينات السياسية والناس بيهتموا اكتر بالاخبار اخبار الرئاسية دي مشكلة اذا اكون في اهتمام بالبرامج كل مدير بجي يقول انا اه 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 نهتم بالبرامج لكن في النهاية من اكتر الى الاخبار الاخبار دي المهمة دي اشكالية نعم سيد شيخة بكر طبعا انت كنت مدير سابق للتلفزيونة تشادي وفي الفترة دي قلت التلفزيونة يغطي خمسين كيلو متر الا ان كان المشاهدين مرتاحين من البرامج التقدم ولكن الان وصلنا الى الفضائية وفي مشكلة انت مستوى الناس كلها بشكو فرنساوي مثل العربي ان هناك مشكلة في المستوى شيدا يرجى لشنو انت كمدير التلفزيونة يعني شيء تاسي برجاء الادارة لان اذا كان انت داير تعمل اه التلفزيون ولا تعمل راديو ولا تعمل تنظم ازاع لازم يكون في دراسة الشيء دي يكون مدروس مخطط مبرمج والناس بتبهو خطوة خطوة مثلا انت حسا تجيب اعلات والاعلات دي الانت الناس دا ما دربتهم بخدموا كيف في الاعلات دي الناس الناس انت توديهم تدربهم ويرفوا خلاص اديل يتدربوا اديل يتخصصوا ويجوا خدموا ما اندنا دا اولا باولا اكل جورناليست معنات المدارد بتاع الصحفين دا كله اول اندنا في اوندي واحدة في داكار واحدة وفي نجامي نجامي و كامرون داحرونا وارا نجامي وداكار كله سينوات كبس بس بادا وقفونا منا يعني في الناحية دي في الفرنساوي ما عندنا ناس عندهم مستوى بجي بتدربوا ومع الاخرين بزيدوا فكم الناس اتدربناهم دا ناس شنا شناهم وقاعدين مع اخوانهم بس بخدموا وكي بس يتقلموا معناة نقول لهم دا ناس يعني تعليمهم دا تعليم من اخوانهم بس وده مع تعليم معناة علمي والناد ما عنده الالم دا واجب مشكلة ما بقدر بجيب نتيجة كويسة وده اول واول الثاني اه جبنا التليفزيون دا اول قاعد في حالة سيئة وراء بعدما الرئيس ديفي جاء وفكر في الشي دا والجماعة كلموه يعني جاء لكم كل الامكانات جافة لكم اربات اتو معدات انا زمان نفرت كاميرا زي دا كل ما عندنا دا كل ما عندنا عندنا كاميرا كبار كبار كي وبيجيب اللي اتوه الانالوجيك دا الكاسيت كله كبير كي ويلا يلا بمشي بسوه بسجلوه بخطوه والمونتاج كله يعني معنات اله كان يا اسمي اتوه فجر خدمنا الشيء المونتر بجي بسير المونتاج يقول بك كل الانال اندوكو ومشيتوا في الساتيليت لكن الشيء اللي كان اذا كان ما مدروز ما بمشي بايد حسا اليوم جينا بجينا في المرحلة او نرتبه كسره قالوا يعني ما عملت كويس ونتيجة الجابات اذا كان عندها نتيجة اديلة ما بكسره معادم الانتاج قالوا وقفوه والخسارة الحكومة جابتها يعني مليارات مكررة لكن ما شعف النتيجة قالوا تخلي الشيء ده نوقفوه حسا مشينا فوق لدرجة عالية تاني رجعنا غنى في الارض وظائف الوظائف حسا حاليا ده ولا الراديو اشتغل اديل ولا التلفزيون اشتغل اديل ولا الاتيبيت اشتغل اديل نعم وكالة شهدية العنباء نعم وكالة شهدية العنباء نعم حسا واجب الحكومة تشيف تدرس تدرس الشيء ده بس كالنظام الاول انه مشينا فقده مشينا يعني ما خطوة خطوة مشينا بسرعة حسا خلينا نرجع نمشي خطوة خطوة لانه اليوم في الدول المجاورة دي كلها الناس من اه اوغان المليك ده وحالة الافيس وحالة الافيس يعني اليوم قد شير مالي نجير سانيقال شيفة كله اوه 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 يعني اوفيس اوفيس والافيس ده يعني معنات الناس وصل لمرحلة بكونة بنفسهم بقدروا بنتجو ويكون عندهم امكانيات والامكانيات دي توفر لهم العمل ده لكن حسا حاليا ده ما فيش امكانيات الاالات القاعدة وادي بعض منها كلها خسرت ولازم الهكومة تقول حسا نراجي نفسي نرجع لورا الاالات الخسران يدين نعديلها السيارات الخسران يدين نعديلها اللي اعطوا الميزانية اللي بقد ما فيه نوفرها لانا زمان عندنا وقت في التليفزيون قلنا اذا كان التليفزيون ده ماش يسير ساتليت ودينا في ساتليت ده كيف نكفه بروش الساتليت ده ونكفه الخسارات ده الرسوم دي قلنا خلي نشيلها في استيريزي لانا معناته فرضنا قلنا كل بيت اندو نار ولا اندو علماء نشيله في الفكتير هنا شي بسيط ونجملنا ده بقوة شغل كتير وبساعد التليفزيون ده في خدمته وراش ما قدرنا سوينا الحمد لله بفضل الرئيس ادريس زيبي جاب لنا كل الامكانيات وبعدين قال خلاص نشيله في التليفوني موبيل اول انه فرضنا قلنا التليفزيون او في التليفون والا المي اسيريزي لكن هسا شعلوا في التليفون والتليفون ده بدخل قروش كتير والقروش دي يوم داك الوزيرة ما شاء اللينا قال لنا القروش دي ما بتدخل مرة انطوم 10 مليار ومرة انطوم 4 مليار بعدين وقوا في 2 مليار القروش ما فيها واذا كان انت الليلة ما عندك امكانية ما بتقدر تعمل اي حاجة والا التليفزيون والا راديو دا يعني دا الشي خاص بالنصارة بقوله دومين السوفيرنتي الدومين السوفيرنتي استغلالية معناته نادم من الخارج بيجي بساعدك ما فيه انت تقوم بنفسك تأسس شي وانتي بس تمكنها لانا نادم من الخارج بيجيب لك معوان ما فيه انت سيدة بس تقوم والسياسة كان الاعلام دي الاعلام ده هو شي خطير نصارة بقولك كوتو ادوب الترانشام اذا كان استعملت اديل اديل ما استعملت اديل برجع فقط نعم لانا اليوم الابواد الامريك دا دوشو بالر يعني دي كلها يعطو موجهة نعم اشان توجه الافكار الناس تقلب افكار الناس يكون افكار يعني واحد يفكر فرنساوي اذا فكر الماني يعني اذا كان انت ما عندك نازة حاجة قوية في بلدك راديو قوي تليفزيون قوي في بلدك وعجيم فقدة يعني ما تقدر اللوم وهسا اللوم تشيف مثل الناس في النور في الشمال بسمه اكتر البلاد العربية ما يسمه راديوشات البلاد التليفزيون ذاته هناك ده ما ناس كتير عندهم تليفزيون لازم يكون فيه شي بحسة الشعب الشعب باجي دريك بلقه زمان انت مالباهي ده وكي جابوا الامتر صان كيلوات جابوا الراديو اسمه ابطيور مو ابطيور هنه هنه ابطيور ده بثمن بسيط كل شعبي بيبيع وكل شعبي بسمه الراديو ده والتليفزيون بعد ما ناس بيجوبوا تليفزيون بركوا في ساتليت بيجوبوا اعلات للناس كل توفر ووفر للشعب لان الشعب ده هو المهم اليوم شاد ما اندى اضان يعني الصوت انا شاد ده ما نسمى اللي قال نسمى صوت انا الديار اخرين انا الراديو الاخرين ده يعني شي خطير للدولة واجب الحكومة تقوم تشوف الشي ده وهو الحكومة ده اليوم اذا كان انت وزير ولا انت وضوه في الحكومة وشعبك الخبر اللي انت توريده ما بسمع هذا واجب انت تهيز فقط وسالتك ما وصلت اذا كان الرئيس كلم ما بسموه اذا كان جاء انتاج في البلد ناس هو ما بسموه يعني انت شعبك طرشان الشعب ده كيف بتبع سياستك لان السياسة ده هي الايلام ده اهم شي نعم في السياسة لما الشعب بسمعه وشي اللي انت تسويه وشنو يعني بيهز بكون اندي ناس ديريشان معناته قيادين قدامي قيادين قدامي وبوجفوني في الاشياء ده الناس الاخر ده كان جاءوا كل ما بسموه لكن انت كان هناك كنت اجمع فيه ما بسموه الاخر الاخر ده كان عديل كان فصل كل بسموه نعم المسألة في مشكلة كثيرة طبعا انت كمدير سابق تحدثت ان الحكومة ما قسرت الحكومة افرت امكانيات كبيرة لتلفزيون والازع واتت كنت في موقع مسئولية كنت مدير التلفزيون شنو سيئتو دحراكم وبعدك الناس الجو شنو الدحرا من فشان يقول انا اعرف ان حتى الجهاز ارسال كان جابو شركة من تايوان من الصين اعتقد بليارات يعني دفعوه وحتى الان قدت ان الرسالة ما قابت تصل للجادين والتلفزيون عندها مشكلة فاذا القيادة العليا رئيس الجمهورية والحكومة هم وفروا الامكانيات الان الجانب الفني جانب الامكانيات الاداريين مسئولين هم المسئولين من الشهداء فتكرت ورنا الخلل وين الحكومة مدام وفرت القروش وفرت كل حاجة لكن في اشياء تنين ما وفرتها نعم التعليم نعم تعلمهم كيف يستعملوا نعم اذا كان نادم واحد اتنين اسمه اتوذ باعرفه نعم والاخرين ما متعلمين في الشهداء ما متقصصين فقط هم بسأولك بخسروا لك نعم ثم تانيا في يعني المنتناص معناته اذا كان انت تجيب اعلات حديثة نعم لازم يكون في ميزانية نعم لان الاشياء متعبة الاشياء ده نعم وتقدر كيف كان شيء تعدلوه كان في قلب تساوه نعم لازم الامكانية تكون موجودة نعم اذا كان الديتا احسن اه شيء نعم حديث نعم وما عنده امكانية بعد فترة علمية 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 كل شيء كل اتنين انت المهم مالية و علمية مع الديتا شوالك ده باعش كيف نعم حسا ده حللنا حسا اننا جينا وقفنا فكا نعم يعني ما نعطى مثل الناسارة بقوله في بيروتان الانسما افوجي ودكلاين مم يعني اول قبل انه يطلع وشينا وقفها فوق بعدين حسا خفضنا نعم لازم نراجي نفسنا نعم كل الوزارة نعم كل الفنين بتاع الوزارة نعم ومعاهم الوزارة يقولوا اننا حسا وصلنا لدرجة واجب نراجي نفسنا نشيف كيف الشيه ده نوجهها وكم ميزانين نخطها شان الشيه ده نمرق من الورطة دي نعم ده واجب الحكومة تسبي اذا كان الامتير ده كانت تخلوه ساريك بقطو هباله ببوان في السوق امتير ده سون سنكينة كيلوات تجيب فنين من المانيا من فرنسا من مين ناس متخصصين يجيو وصلوه لك الشيه ده وبعد ما صلوه لك ده واجب تشيف محل ولو كانت تعمل وصلنا دردل تحوقها ويكون اندي حراسات ويكون شيء محروس نهدم اخر ما يجو وخشفك نهدم اخر ما يقدر لمسا دي ذاته بكلفك يعني بدون لي امكانية بالفعل سبحان يحتاج الامكانيات طبعا زميل نعم طبعا هو ايضا بقول لابد من راجع الحسابات وطبعا اتكنت مسؤول قسم البرامج والتلفزيون واعتقد السلطة العليا كان رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والوزارة ما قصرت من حيث توفير الامكانيات اعتقد لا نختلف نحن في توفير الامكانيات ولكن تسيير هذه الامكانيات بالشكل الجيد بالشكل الذي يستطيع ان يكون جيل قوي يستطيع ان يعمل في الجانب الفني الآن الجانب الفني في التلفزيون يعني مستوى متدني جدا لذلك ليس ليس لغياب كواد البشر ولكن لغياب التدريب ليس هناك دورات تدريبية الآن جئت التلفزيون من سنة الفين حتى الآن لم احظى بدورة تدريبية من قبل التلفزيون ومثل كثير يعني فالمشكلة ما مشكلة في الدولة الدولة توفر ولكن هذا التوفير لا يسخر واشي المطلوب نبدأ بخطوة وقت وكما قال السابق نبدأ باسم التلفزيون ما هو اسم التلفزيون لتلكار لذلك 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 العمل لذلك لذلك وكيف تلكار بميسكول لنسكول شرطة ولمان شرطة سي ر تي في معروف بميسكول خروف الصغيرة معروف بأنوان أربعة ما هو اسم التلفزيون لذلك 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 هذه المشكلة اسم التلفزيون لا لا ربما المشاهد بتابعنا طبعا أعتقد في البداية كان هناك تلفزيون بعد ارتقينا لذلك حطوا أعتقد هذه المسميات لم تأتي هكذا جزافا بل هناك ربما مسابقة أطلقت من أجل من يأتي بالشعاب السؤال هو ما هو اسم الحقيقي للتاليشاد لا ما الاسم من المرحلة للمرحلة يكتبوا كيف لي مشكلة يكتبوا كيف كيف يعني في كتاب التاليشاد بيتي ميسكيل لا يجب أن يكون واضح يبدأ بدا الأشياء الثاني يجبنا أرشيف الأرشيف أصصو أربعة خمسة قنوات جديدة أنا متاقين لأرشيف إذا كان الأشياء ما يجهزنا ما ممكن الشيء الثالي أصدنا المبنى يقلب لنا أربعين خمسة ستين مليار لكن ما يجهزنا أولا مئة مليون في الفورمات نعم تكوين الكوادر نعم الكاردين 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 المدرقة التكنيسائي كاردين الكاردين كاردين ممكن تسريب بدا ستين مليار كاردين مليار تشتري لك استوديو متجول بثنين مليار أو ثلاثة مليارات فعلا التدريب مهم جدا نعم دي كل مراحل نبدأ بها لكي نصل إلى نتيجة نراجع رسابات تعسيسة أو إلقاءة مرحلة المهم نعمل لكي نجهز الكوادر مهم جدا الكوادر البشرية مهم جدا كما قلت هناك خمسين مهنة في التليفزيون كيفية أي تليفزيون في العالم باقينا مهنة مهنة لدينا نهائيا ما نعم نعم دي مشكلة نعم الكوادر البشرية لكي تدخل البيت إذا كان باقي ننتقل من الراديو ونجد المضلق جديد بدون شيء جديد ما ما الدولة المتراقية موضوع الفرماسيون هذا مهم جدا الناس يفرمونهما عشان يديروا المضلق جديد أما إذا كانت قالوا ادخلوا 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 ما هي أوجه الحلول أنت تراها من أجل التغلب على هذا التدني ومن أجل مسايرة الحداثة الآن نحن انتقلنا إلى الجانب الرقمي ومبنى أرقى مبنى في وسط إفريقيا ربما في إفريقيا وصرفت فيه المليارات كما قلت ولكن كيف نحن نستطيع أن نتماشى مع هذه المبنى وبأي مقترح أنت مثلا عيشت المرحل وتعرف الخلل وين فلابد من العلاج فنعالج كيف هنا في فترة بأربعة شهر خمس شهر نفتهم مبنى جديد إذا المفروض الناس القاعدين ما هم مكانين حتى إذا كانوا غيروا التدريب يدربوا الناس ما هي الأولويات يدربوا الناس عشان يطلوا المبنى ده بإدراعه التركيب الأعلى بكبوة سهلية في التركيب الأعلى يجبوا المفنيين إذا كانوا الكاميرا يجبوا الكاميرمان يكونوا ماما لكي يركب يركب الكاميرا لكي يكونوا المفنيين لكي يكونوا على دراعه نعم الأشياء الثاني موضوع البرامل هذه أكبر مشكلة في التركيب التركيب أو أي تركيب في العالم أو وزارة الإعلام أو وزارة الثانية لا يمكن أن تقول تعالي انت يا فلان سيبرنامج بس كده مواصفات مواصفات بقول التلفزيون إن البرامج يتكلف نشتر برامج نشتر برامج ثلاث مليون دولار المستلسلات المستلسلات المغالية مرة إذا المفرد أن يقول نشتر برامج من أخواننا المزول البروديسور نصبت برامج نشتر بنا برامج ندخل في التركيب لأنه لا يمكن نجهز كل الأشياء نشتر برامج نشتر أخبار لا يمكن أهم ما قطر فيه أكبر الدول المزول البروديسور يبقى منهم إنهم تجر برامج يصبحوا فيها تسترون التفاقية تشترون الشراء التفاقية قد تزود تزودوا البرامج هذا ما يهم جدا بعد تدريب موضوع البرامج الأخبار لا يدر مشاكلة تصرفات عن بعض الناس مشكلة على المستوى لكن أكبر مشاكل أكبر مشاكل نبستروا كي ندرش اذا كانوا 100% برامج أجنبية مشكلة كما قال المديري أنت تقول سياسة الناس أخلين سياسة أنا فرنسا دخل فيك سياسة أمريكا تقولتها في التاليكاد لا أنت سياستك كاعدية سياستك كاعدية برامج محلية كاعدية باللغتين العربية والفرنسية عشان الناس يفهموا الرسالة كل الرسالة موجهة تكون بالتليفزيون موجهة ما يكون تليفزيون مفتول أي واحد أي برامج بجي بوضع ما أدايا خلطوا فرنسايا خلطوا أنجليز لا تكون شيء مدرون أنت ليه بحثت برنامج الساعة السابق ولا السابق 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 لا تخليه شيء مفتول لأن الناس الخصم برامج يحثوا كما دائما دائما ودائما يحتاج ليه عدد من البرامج كما قلتك 44 برنامج في 10 ساعات الشيخة بكر طبعا بالنسبة للبرامج في تلفزيون شات كما قال زميل أنورامين كل البرامج هي مستوردة من الخارج وهي لا تلائم عادتنا وتقاليدنا وتقافتنا وشات هي دولة واسعة عندها الإمكانيات الثقافية والتراسية والسياحية أنتو شنوش هي المناعكم فشان تقدور ترسلوا فريق إعلامي فشان يعمل الإنتاج البرودوكسيون لوكال الناسيونال الوطني المحلي في تيلي شات والله البرودوكسيون ده أولا بدورنات متخصصين هذا الأجل أولانية ثم ثاني بدور إمكانية وبدور مغصلات إذا كان هذا شيء ناقص ما ممكن تكون تعمل برامج الخصائص وتعني التلفزيون مثل البحل الآخر لازم إذا كان عندك تشتغل 24 ساعة في 24 ساعة لازم يكون عندك البرامج كلها قادة ثم ثانيا يعني حتى من ناحية الإعلامية يعني فيه برامج الناس بقدروا بجوه يعني فيه يعني مثلا ينظموا دبيج ينظموا حفلاء ومنورات كده الناس بجوه يعني الشيء اللي بقدروا هم ذاتهم بنتجوه فيه الشادة ذاته ما بقاعد نعم إذا كان عندك في كل أسبوع تنظم دبيج هوار يعني بين السياسين هوار بين الاقتصادين نعم هوار بين المزاريين يعني ده ذاته كله برامج بقدروا بعملوها صحيح لكن فيه شيء واحد مؤسف ده فيه شيء واحد بسموه جونبوغ جورناليسه جونبوغ لأني ذا قبلها بالفرنساء ما قلتها الناس يعني داعين يطلوا من التاس لبن نعم ودو إذا كان فيه عنده ربورتاج ولشو ده يعني إذا كان خدمه كله وخليه بجري بالربورتاج ده نعم لأنا بلقى شيء حاجة شوية بسيطة بلقى بها كله نعم ده اللي بقول ليه جوناليسه جونبوغ ده نعم وفيه شيء تاني مؤسف يعني من أول يوم لهذا اللي الآن في التلفزيون في الراديو في ايدياته ده أنين التشاديين يعني بيناتنا عندنا قسم عندنا مشاكل أي واحد إذا كان أخو بيقي مسؤول دائرة دمره وما هو هيدا وعمل له شلة ويقول فلندن ندمره نرموه وبلغ شوه ويزقول لك بودة بانانة يعني معناتها ويستفيد شنوه ما بيستفيدوا شيء الحسود ده الحسود لا يزيد هم ناس فسادا بس وده بلحاسدهم بيناتهم ده يعني من اليوم الأول ما عارف إذا كان الجيل الجديد ده أنا زمان خزامنا ده مثل ده ما عارف الجيل الجديد إذا كان خير فكرتها دي ولا ما يخيرها ولا يمشي ويعمل بنفس الشيء وده يعني حسن الناس هنا كله قاعدين بشكوا منا كما كان التليفزيون ده لقي إمكانية كتيرة هكذا إمكانية ضاعت كيف ما لازم فيه إذا كان فيه دولة واجب تتحقق من الشيء ده نعم اكيد ملياراتها مكررة صرفوها نعم نتيجته شنو نعم يعملوا بايس نعم يشوفوا كيف الجروج ده ضاعت والعزام وما شيء نعم نعم قلتك يعني حسن الان طبعا عندك دي كاتكت عندك اوال كمدير سابق ونائب برلماني حالي طبعا عندك جهة برلمانية جهة مراقبة لابد تتساءلوا ان الدولة ورئيس الجمهورية صرفوا المليارات لتحسين والتطوير الإذاعة والتلفزيون بس حتى الان ما في التطوير ولا في التلفزيون ولا في الإذاعة قلتك نواب برلمانيين كيف انتوا يعني المسألة لابد انتوا اولا يعني لابد تطالبوا لابد يكون في تقرير شامل حول اوجه الصرف كيف صرفت هذه الاموال وين وهو فى الواجب نعم هذا يكون قبل ما يكسر ال اون ال ارثبه لان اولا ازا كان في شيء زى يدع نعمل بهز مجدد نعم نشوف الشيء دا كيف ييقى نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا Anra ما بتقدر تطارده لكن دائرين كيف البيت الوقع ده نسولوه شعب وركايد ونرفون وقطفوك نعم هذا اللي اتوه وعلينا يعني في الاخير نعم نتمنى بكون المرهل الحسن عشين فكدي تكون لنا مرة الدراسة نعم وكل واحد كي سواء مسؤول اداري ولا مسؤول اعلامي ولا مسؤول الوزير ولا كل النوايا في كل الدرجات كيف التلفزيون ده نقبل في بكانه اول الراديو كيف نقبل في بكانه اول وانا بتمنى بحاذا الذكرى التلاتين ده يكون الناس رجال عملي جنين ده يلموا يفكروا مع الادارة كيف الشي ده يعني يرفوه مثل ما زمان يقل في بكان ده نعم ده يعني منعنا وتمنى للتلفزيون لان دولة بدون تلفزيون دولة بدون ازاع اه هو ولو ماسموها ولو مره اه ده 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 قاسي ده اه ده قاسي نعم نعم زميل انور امين طبعا سيدتي الشيخة بكر تحدث ان هناك صعوبات في الانتاج المحلي البروديكسيون لوكال وقال ما فيه امكانيات ما فيه مواصلات وانا اعتقد ربما لا اتفق مع السيد المدير لان انا رأيت ان هناك سيارات تم شراؤها سيارات رباعي تدفع هناك إمكانيات الدولة قد صرفت الأموال ولكن هل أنت طبعا أنت أقرب للبرامج وأقرب للإنتاج وعيشت هذه الفترة ما هي الأسباب الحقيقية من وراء عدم إنتاج برامج محلية تعبر عن الثقافة الشاذية الحقيقية في الجنوب في الشرق في الشمال في الوسط ولا أردت هو ساهل لا أرسلنا الناس للإنتاج في مجال الإنتاج إنتاج برامج لا أرسلنا الناس للتدريب كل الناس سنون في الجورناليزم في الصحافة حتى بعض الصحفيين بعض الشباب والدوم لكي أعملوا برامج إنتاج، راديو، صور صحافة لإشكالية إذن لا يوجد الناس أنا أدد الناس إشكالية في قسم الإنتاج أقل من خمستان النفر ممكن أن أخذت لك برنامج شرق و تبدو أنه يوم كامل هذا ما يوجد يوم الشيء الثاني الشيء الثاني ناهية المالية هذه مشكلة أنا محتاج للسيارتين محتاج للإمكانيات مالية لأن هناك مترجمين الرأسلات الثانية و تجاهزهم كوروش كل الأشياء تقول لا لا قروج ما فيه إذا قلوا ما فيه انتاج ما فيه وهل قروج ما فيه فعلا اه دي مشكلة يعني إذا فيه اللين هرقنا قاعد الشراء برامج انتاج برامج كل قاعد لكن ما شبنا إذا ما عارفنا كيف إدارة العامة تجدر كيف قلوش المخصص لشراء برامج قلوش المخصص لإنتاج البرامج تمشي كيف ده ما عارفنا لا الأفلام قد وصلت كيف وصلت لا لا أفلام وصلت تجينا مجانا تجينا مجانا بالمقابل بالمقابل في إطار التعاون بين الدولة كادو فرنسا دولة كادو ألمانيا من سرطان وشاد مصر سودان في أشياء ذلك ويكفر أصلا ما فيه إنتاج برامج إلا الشراء إذا كان قلوش ما سخروا ما دون ما ممكن إذا كان قلوش بإنتاج البرامج دي مشكلة ومفروض أن ندى خطة مثلا نسو برامج أربعين برنامج في الأسبوع أما نقيم نقيم القروج كم؟ 150 مليون نخصصها نهتها لكي نثبته برامج أما نقول في النهاية لا يمكن لا يمكن ليس كذلك نعم إذن ما في الدراسة أشي قولك خياب الدراسة نعم السيد زمين أنو الرمين ربما نحن لا نستطيع أن نحدد أو نشخص خلال ساعة كل المشاكل ومعوقاتة لتواجه تلفزيون شاد والإزاعة الكادية بعد مرور ثلاثين سنة من تأسيس التلفزيون فأنت يعني كلمة أخيرة ما توقعاتك ونحن الآن يعني بعد أيام سندخل أو بعد شهور سندخل في مبنى ضخم مبنى مزود بكل الإمكانيات الحديثة التكنولوجية الحديثة فأنت رؤيتك هل مثلا نحن سنوفق في تسيير هذا المبنى وهل نستطيع أن نكون على مستوى التحدي أم هناك إشكالية ولا هذه الإدارة العامة هي التي ترون لا أنت كفر نعم المبلس يفتح في شهر أربع شهر خمسة شهر ستة بقى ستة شهر بقى خمسة شهر هل سننتقل من الإزاع إلى التلفزيون لكن لا أظن أن يكون هناك تغيير من ناحية البرامج من ناحية الانتاج البرامج الانتاج البرامج بلول الإمكانيات بلول الإداءة للناس إذا كنت لا يوجد برش إذا كنت لا يوجد برنامج في كل تلك مشكلة إذا سننتقل للمبلغ جديد بنفس الصورة بنفس الكيفية لكن بس بلول إنتاج البرامج لا أظن أن يكون هناك تغيير في البرامج البرامج بلول الإداءة من بدري عدد من الناس من الصحفيين من الكاميرامان من أستان كلمانا المخلقين كل جهزهم هتنبع أدبون أن ننتج برامج وما كفاية المفترض أن نشتري برامج من المجروري كروتشون المنصرات المهلية نشتري منها برامج عشان الفراغ درسل الفراغ نجد ما أقول بداية 2019 ممكن لكن في البداية 2018 ما أرجوه الشيخ أبكر طبعا وصلنا إلى نهاية البرامج وطبعا نحن في ساعة أو في ساعتين ما نقدر نحدد كل الأمراض وكل المشاكل لتواجهة التلفزيون والإزاعة وأنت كإعلامي وكمدير سابق للتلفزيون يعني نحن بعد شهور أو بعد أشهر ندخل المبنى الجديد هذا المبنى معد يعني بأحدث الأجهزة الحديثة وصرفت فيه المليارات فهل تشوف نحن جهزين من أجل الدخول في هذا المبنى والعمل بشكل جيد ممتاز بشكل أن المشاهد يستطيع أن يقول فعلا تلفزيون شاد عنده كوادر عنده يعني موظفين يقدروا يشبعوا رغبات المشاهد الشادي ونحن طبعا ما قال نعمل في شاد داخل حتى برا عندنا الجاليات عندنا الكولونيين شادين برا قال يشوفونا فإذا هم أيضا لابد في الخطة الجديدة هنا التلفزيون لابد ينطوم وقت على أساس يوروهم بأهمية هنا شاد هم قادرين في بلدان في العالم يعني كان كان في فرنسا أو في السعودية أو في أي مكان من العالم فأنت هل عندك أمل مثلا التلفزيون ده يتطور ويتقدم في السنوات الجاية أولا بأول حدث حاليا ده مجينا قادرين في حالة أزمة نعم والمبنى الجديد ده يعني ده نشرفنا كلنا نعم لكن بس العمل بفرق نعم 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 الهدس هى طراحات علينا ده تلقي إمكانياتها وتنفسها نعم في أرض الواقع نعم ده نتمنى للتلفزيون لكن شيء أخر ما أبدا نقول نعم نعم ونتمنى بكون نلقوا التدريب والإمكانيات وكل شيء وصوتنا تشادة يسمي في حول العالم وانه المهم لنا صوت التشادة يسمي سواء بالإزالة المرئية وإزالة المسموعة لازم يكون صوتنا تشادة يكون حول العالم والتدريب ده المهني ده شيء مهم مرواهي لأنه إذا كان حاليا النازلة لأن الإمكانية الإنت تخطها في التدريب ده تجيب لك نتيجة أكبر نتيجة لكن إذا كان ما خطيتها في التجيل الآن الآلاثة القاعدة دي تدور لها منتناص إذا كان إنت ما عندك ما عندك مراقبة في النية مراقبة في النية يعني أحدث يعني إمكانيات تجيبها إذا كان ما مراقبة ما عندك ناس فنين بقدروا بعالجوه منظفوه تتلف بسرعة نعم خسارة كبيرة خسارة كبيرة لهذا ده واجب الناس من حصة يفكروا فوقها إذا كان عندك أثبات سيارات دراجات إذا كان أنت ما تفكر فوق ما تقدر توضيهم وهو ده كله جاي معنات الفرنسا ويقول إدارة الرشيدة النزيهة الوزارة ده نعم إدارة نزيهة نعم البونغورناص يعني ما بس اسمها سويسياسية لا اقتصادية في كل مكان كل مكان إذا كان في بونغورناص يعني معنات إدارة رشيدة إدارة رشيدة شي ده كل صلة لكن إذا كان بدوك الإمكانيات يمكنك الرئيسة دام كل الإمكانيات إذا كان ما عندهم بونغورناص ويقول الله ستتلفوه نعم صحيح وبكرة نفس الشيكان نضام نفس الكمية كما بونغورناص نفس الشيء نعم نعم طبعا نذكرنا بشيء مهم الشيخ اببكر سوء الإدارة أدت إلى ما نحن إليه الآن لأن الحكومة يعني صرف الأموال كثيرة نعم ولكن هناك سوء إدارة كما قال المدير نعم فأنت هل لديك تعقيب يعني فيما قاله المدير والله السوء إدارة ربما هو أصلا ممكن تحكم لإدارة مستقلة بقيدة عن الإدارة التانية إذا نتمنى أن كل الإدارة الجاية دي الإدارة حالية دي تقوم بإدارة نزيهة أنا لبس كما أخيرا بمخصوص الإخوة الذين فضلنا فضلنا أدى من الناس في تيديشات فدار نسكت أسماؤهم ونهني أسرهم نعم 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 أحمد مطلعوه وادو مصطفى يعني نحنى اسرهم وهم نتمنى مدى في البنافر لهم ويرحمهم ان شاء الله ان شاء الله سيد المدير كلمة اخيرة كلمة اخيرة نفس الشي انا يعني بتمنى نجاح تام للإعلام التشادي وبالخص للتلفزيون انا بدور كده في المرهل اللي حصة انينا حالين قاعدين فقدي يعني لازم الناس تفكر وتجيب تلائل لكي ترفع الحنبول ده لانه ده حنبول فس اذا كان ما قدرنا رفعنا يعني معناتها السياسة سياستنا الإعلامية ده سقطت وانينا ما دعينا السياسة الإعلامية تسقط في الشات دعينا السياسة الإعلامية تكون في رفع المستوى لانه ده يعني شرفنا وشرف التشاديين كلها ونشيب بالصورة عامة نتمنى بكونا نلقو الشجاعة والإمكانيات والناس المخلصين يوصلون لحظة النتيجة إن شاء الله والشكر إذن سيدات وسادة أشكر ضيفي الكريمين كل من الشيخ أب بكر مدير سابق للتلفزيون الشادي وزميل أنور السادات أمين صحفي إعلامي مخضر معاش فترة تأسيس التلفزيون وحتى الآن يواصل بتضحياته وبأعماله في التلفزيون فإذن أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت ضيفي الكريمين أقدم التعازي وأسعر الله المغفرة والرحمة لأولئك الذين لبوا الدعوة وكانوا معنا ونحن نقدر لهم جهودهم الذين قدموه للتلفزيون الشادي والشعب الشادي وأيضا نحن نزف التهنئة لجميع الصحفيين بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين من تأسيس التلفزيون الشادي ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية ونغير في الإنتاج وفي العمل الصحفي من أجل المواطن ومن أجل الوطن فالوطن ينتظر منا الكثير ولابد أيضا لجهات المسؤولة أن تأخذ تلك الملاحظات التي جاءت في هذا البرنامج وهو التدريب الاهتمام بالعامل قبل المكان الذي يعمل فيه فإذن العامل هو الذي يدير هذا المكان فإذن لابد من إعطائه فرصة لكي يعرف ماذا يديره وماذا يفعله فإذن التدريبات ودورات التدريبية هي أهم ركيزة من ركائز التقدم الإعلامي المضطرد طبعا الإعلام يشهد كل يوم تطورات مضطردة لذلك لابد أن نواكب هذه التطورات إذن أشكر مرة ثانية ضفي الكريمين الشيخ أباكر مدير تلفزيون السابق وأشكر زميل أنور سادات أمين وأشكركم أنتم لاحظوا الانتباه والمتابعة وتقبلوا تحيات الفريق العامل في تنفيذ هذا البرنامج حتى نلقاكم في مناسبة أخرى دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة